بدنا نشوف في هذا الفيديو مراجعة بوكو أم 3 بعد الاستخدام فكونوا معنا إن شاء الله بعد الفاصل لا تنسوا تعملوا إعجاب للفيديو واشتراك القناة وتفعلوا الجرس عشان يصلكوا كل جديد فيلا خلينا نريجي مع بعض نروح نشوف إيش في هذا الفيديو إيش بيقول تكنولوجيا الموبايل عالم واسع وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة إيهاب تيفي تقربك أكثر فكن على قرب مننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاند من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله محسطين بدنا نيجي مع بعض نشوف كل حاجة عن موبايل هذا بوكو أم 3 بس خلينا نيجي نحكي حاجة صغيرة بالنسبة على المنتدى عملت استفتاء بخصوص الأسعار ففيديو الأسعار إن شاء الله في الطريق لأنه أغلبكم بدكوا فيديو الأسعار وأنا هينبلغ بيلكوا طلبكم إن شاء الله هايوا في الطريق وبأمنتج فيه وبأضبط فيه علشان أن أزلكوا إيها القناة حاجة تانية بخصوص الموبايل هذا البوكو أم 3 في هذا الفيديو هيكون إيش عن جد فيه مفاجآت فيه مفاجآت بالنسبة لمراجعة هذا الموبايل بعد الاستخدام أنا استخدمت الموبايل وشفت كل حاجة فيه وكل مواصفاته وكل حاجة عنه في هذا الفيديو هنحكي كل إشي طبعا بوكوفون F1 أول جهاز نزلته شركة شاومي اللي هو بوكوفون F1 كان مواصفاته فلاكشيب بسعر اقتصادي وبعد يكدخلوا على الفئة المتوسطة نزلوا بوكو X3 NFC قدح يعني كسر الدنيا خل الدنيا لوز اللوز بعد هيك نزلوا على الفئة اللي هو الاقتصادية وهي منزلونا اللي هو أجهزة اللي هو الفئة الاقتصادية اللي هو بوكو أم 3 طبعا إن شاء الله على القناة هيكون فيه مراجعات للبوكو أم 3 وفيه بوكو C3 وفيه ردمي 9 باور وفيه وان بلاس فيه أجهزة كتير جاية إن شاء الله مراجعتها على القناة خلينا نبدأ الفيديو الفيديو إن شاء الله بيحكي عن جهاز اللي هو بوكو أم 3 بوكو أم 3 أول حاجة نيجي للتصميم تصميم الموبايل الصحيح لو جينا للتصميم نلاحظ إنه تصميم الموبايل تصميمه رائع جدا وراقش جدا وحاجة جديدة يعني بتلاحظ إنه التصميم حاجة جديدة أول مرة نشوف تصميم زي هيك لاحظ إنه الظهر عندك هنا الظهر بتلاقي إنه إيش خشن هيك تحس إنه مش بلاستيك طبعا هو بلاستيك خشن ما ببصمش طبعا فيش إمكانية إنه يبصم يعني كنا إحنا نعاني من الناحية هذه إن كانت الأجهزة تبصم هذا الجهاز ما ببصم منلاحظ إنه الموبايل لما تمسكه بالإيد هيك مسكته حلو هيكا بتمتلكه طبعا هو 6.53 مساحة اللي هو حجم الشاشة وعننا فيه لو لاحظنا هنا فوق في الأعلى فيه إنه مستطيل مستطيل جاي أطرافه بشكل دائري هذا مستطيل فيه ثلاث كاميرات وفلاش ليد وكلمة بوكو يعني المسك الجهاز بعرف إنه هذا جهاز بوكو مباشرة من غير ما يسألك إيش نوع هذا الجهاز وفيه عندنا الثلاث كاميرات وفيه عندنا الفلاش ليد والمنطقة العليا هذه المستطيل اللي هو اللونه أسود لو لاحظت إنه هذا المستطيل طبعا ببصم يعني مش هالطبصين بس تحت ببصمش ولو لاحظنا في الأسفل منلاحظ فيه عندنا اللي هو الشاحن الـ Type-C والسماعة الإسبيكر اللي تحت والمايك الأساسي ولو لاحظنا في الجنب الأيمن منلاحظ أنه البصمة البصمة الموجودة فيه زر الطاقة وموجود عندنا الفوليوم الزر الفوليوم اللي بيعلصوت بقط الصوت وفي الأعلى عندنا اللي هو السماعة الثلاث ونصف مليمتر مع مايك عزل الضوضاء وفي عندنا هنا سماعة تاني إسبيكر بيعمله اللي هو استيريو مع بعض في الجنب الأيصر موجود عندنا اللي هو الشرحتين مع ذاكرة خارجية. نطلع على الواجهة على الشاشة. نلاحظ انه الشاشة جاي بكاميرا امامية. الكاميرا الامامية الموجودة عندها هنا في الواجهة جاي بشكل نوتش. اللي هو القديم. زي ما كان جاي جهاز اللي هو الريدمي تسعة بنفس النوتش. ونفس حجم الشاشة. والشاشة طبعا هنا اي بي اس. وكمان عندنا فيه منلاحظ انه الجهاز يعني وزنه وزنه خفيف يعني الوزن عندها حوالي 188 أقال من 200 جرام يعني وزنه يعتبر وزن خفيف مش أعلى من 200 جرام يعني كتصميم الجهاز تصميمه أنيق وجذاب وحلو حاجة جديدة من شاومي في تصميم هذا الموبايل بوكو أمثري نيجي الآن للشاشة الشاشة موجودة عندنا IPS LCD Full HD Plus يعني في الفئة السعرية هذه من لاحظ الشركات الأخرى بتحط عندنا مش Full HD Plus بتحط عندنا HD Plus وفي شركات كتير عرفنا منها موبايلات كانت حاطة HD Plus وهنا الشاشة 6.53 مطلية بالطبق تحمي Gorilla Glass الجيل الثالث لا يخدوش يعني لأنه ما ينخدشش أو تنخدشش الشاشة مش لتنكسر تنخدش الشاشة وهنا الشاشة بتلاحظ أنه جاء عليها سكرينة بلاستيك هيكا كويسة عشان أنت برضو تحمي الشاشة من الخدش كتفت البكسلات في هذه الشاشة حوالي 400 بكسل لكل إنش والإضاءة عندنا موجودة حوالي أيضا 400 نتس يعني الإضاءة إيش 400 نتس يعني أنت هنا عندك لما تيجي تخذ الجهاز في الشمس برة الإضاءة مش واو يعني ها يعني متوسطة وأقل شوي يعني الإضاءة عانة من يعني منشوف فيها لكن إيش في الشمس بتعاني شوي من إيش لأنك تشوف داخل الشاشة إيش موجودة ولكن إنت لما تيجي تتفرج على الشاشة الزوايا الرؤية بتكون ضيقة يعني لو إجيت أنت طلعت من معدة زوايا بتلاقي إنه الشاشة ممكن تظلم شوي لكن إنت لو تيجي تتفرج عليها من زاوية واحدة بتكون يعني مستمتع في إنك تتفرج على الشاشة وما بتعنيش من أي إشي يعني المشاهدة على الشاشة هذه إنك تشاهد أفلام تشاهد محتوى كويسة ومش بطالة في الفئة هذه يعني تجربة المشاهدة بتكون حلوة جدا على هذا الموبايل وكمان سماعات الاستيريو بيعطوك صوت صوت مش واوعة على الآخر صوت متوسط صوت كويس يعني صوت أنت يعني بتسمع فيه كويس مش صوت صرخة لكن الصحيح فإنه محتوى تتفرج علي بالصوت بيعطيك أداء كويس وأداء يمكن تعتمد عليه أداء كويسة لو جينا لبصمة الموبايل منلاحظ أنه بصمة الموبايل بتفتح بشكل سريع مش بشكل بطيء بشكل يعتمد عليه بشكل حلو وكويس ومتناسق كمان في حاجة حلوة في الموبايل إنه في موجود فيس ألو كود مباشرة مجرد أنه أنت تطلع في الشاشة بعد ما تتعمل إليها دبل تاب وتنظر في الشاشة بتلاقي الشاشة بتفتح لحالها ونيجي الآن لكاميرات الموبايل الصحيح بالنسبة للكاميرات الخلفية فيها ثلاث كاميرات الكاميرا الأولى 48 ميجا بيكسل وهي الكاميرا الأساسية هذه الكاميرا والكاميرتين الثانيات الكاميرتين 2 ميجا بيكسل واحدة للبورتري وواحدة للعمق بالنسبة للكاميرا الأساسية الموجودة إنه تعطينا أداء حلو وكويس في الإضاءة اللي هو في إضاءة النهار يعني تعطينا في إضاءة النهار إضاءة صور كويسة ويعتمد عليها أما في الإضاءات الملخفطة تنخفط اللي هو دقة الصورة ويعني هو يعتمد عليه في الإضاءة النهار العادي لكن بالنسبة للإضاءة المنخفضة لا يعتمد عليه هذا الموبايل أنه أنت تصور فيه في الإضاءات المنخفضة بالنسبة للقامرة الأمامية الكامرة الأمامية بتيجي 80 ميجابيكسل هذه الكامرة الأمامية كامرة كويسة مش بطالة لكن كامرة كويسة تقدر تقول يعني كامرة كويسة وهذه الكامرة الكويسة يعني كامرة الأمامية يعني كامرة كويسة لكن ما يعني يعتمد عليها مش بشكل كبير والقاميرات الخلفية مع القاميرات بشكل عام بيصوروا فيديوهات لعند 1080 30 فريم ولكن بالنسبة لتصوير الفيديوهات لو أنت تصور فيديوهات وتمشي في الموبايل لاهتزازات ما فيش تتبيت اللي هو بالنسبة للاهتزاز بالنسبة لتصوير الفيديو وتتصور فيديو وتكون مسبت الفيديو على ترايبود وتصور بعطيك صور كويسة وبتعتمد عليها لكن إنك تمشي فيه ما بيضبطش لأنه فيش مثبت بصري في هذا الموبايل وكمان ملاحظة تانية إنه الكاميرا الأساسية الكاميرا الألترا وايد مش موجودة في هذا الموبايل رغم إنه فيه في الفيديوهات السعرية هذي كان عندنا الريدمية السعى موجود في الكاميرا كاميرا الألترا وايد ونيجي الآن لمفاجأة الصحيحة أنا فجأت مفاجأة بالنسبة لأداء المعالج في هذا الموبايل نيجي الآن بالنسبة لهاردوير اللي هو المعالج الموجود عندنا في هذا الموبايل وهو معالج سناب دراجون 662 هذا المعالج 11 نانومتر طبعا تماني الأنوية 11 نانومتر مع معالج رسومية أدرينو 610 وعملت عليه اللي هو فحص على مقياس أنتوت وبنشمارك ولحظت شغله لحظت إنه بالنسبة للمعالج هو الصحيح المعالج مش القوي لكن المعالج يعطيك أداء بالنسبة أنا جربت عليه اللي هو الألعاب جربت خاصة لعبة البابجي لقيت إنه لعبة البابجي بتعطينا شغل كويس أنت بتعطيك اللي هو إعدادات متوازنة وبتلعب عليها جيم جيمين ثلاثة عادة فيش مشكلة ما فيش عندك تعليق بالمرة أبدا أبدا ولكن عندنا بالنسبة للواجهة نلاحظ إن الواجهة أنه إنت لما تيجي تتنقل بين الصفح في بطء البطء هذا يعني مش عارف ليش ممكن يكون البطء من السوفتوير اللي جاي أو السوفتوير اللي يجي يمكن يحله ما بعرف لكن في بطء بالنسبة للتنقل بين الصفحات بالنسبة لموبايل البوكو أم 3 بعد ما أنا عملت عملية اللي هو فحص على مقياس أنتوتو أنا فكرت إنه يعني فيه عندنا الموبايل اللي هو سناب دراجون 662 هو عبارة عن أربع أنوية للأداء المتوسط وأربع أنوية للأداء المنخفض ولكن موبايل اللي هو الردمي 9 من شاومي كان عندنا اللي هو برضو معالجه من ميدا تك هليو جي 80 كان عندنا نواتين للأداء المتوسط وست أنوية للأداء المنخفض لاحظنا هنا إنه أنا قلت يمكن يطلع من موبايل اللي هو البوكو أم 3 بالمعالج تابعه يكون يعني الأداء يعني يكون أعلى على المقياس ويكون أعلى في اللعب لكن أنا لاحظت إنه بوكو أم 3 جاب معي على مقياس أنتوتو بنشمارك 183.654 والصحيح يعني هو الأداء هذا اللي هو الأداء المتوقع منه لكن ما بعرف قصة إنه الصفحات شوي لما تجي تفتح الصفحات بتلاحظ إنه في بطء لكن موبايل ردمي 9 اللي الصحيح يعني أنا اتفاجأت بأداء الفرق بين الأدائين الفرق بين الأدائين بالنسبة له اللي هو على مقياس أنتوتو أداني هنا 204.069 نقطة هذا اللي هو الردمي 9 فهنا فيه فرق بين الاثنين حتى على مستوى جي بيو موبايل الردمي 9 جاب عندي نقاط أكتر على مستوى الجي بيو يعني هنا بالمختصر المفيد يعني أنت إذا بدك موبايل تلعب ألعاب فيه ثقيلة وتستخدم موبايل للأعبة الثقيلة خد الردمي 9 لو خيروك بين الردمي 9 والبوكو أم 3 خد الردمي 9 لأنه هنا مبين وواضح أنه هنا عدد النقاط أكتر جابها على مقاس أنتوتو بانش مار اللي هو موبايل الردمي 9 بس لحظنا هنا أنه موبايل الردمي 9 12 نانومتر لكن موبايل البوكو أم 3 11 نانومتر لاحظنا يعني فيه فرق في اللي هو استهلاك البطارية والحرارة لاحظت أنه فيه فرق طبعا في الحرارة لاحظت أنه يعني حرارة الموبايل الردمي 9 أعلى شوي من حرارة اللي هو موبايل البوكو أم 3 مش أعلى فأو كثير لا أعلى شوي يعني كانت الحرارة هنا مثلا تكون 29 يعني ممكن تكون 35 يعني فيه فرق حوالي 6-7 درجات مئوية بالنسبة لحرارة الموبايلين يعني قضية المعالج نهناها لكن أنا صحيح يعني كانت مفاجأة كبيرة قلت أنا يعني بالنسبة للمعالجين يعني أنه ممكن يكون المعالج اللي هو سناب دراجون يعطينا أداء أقوى لكن الأداء المعالج بالنسبة لسناب دراجون ما بيعلق بالنسبة لألعاب البابجي اللعبنا عليه بابجي ويعني صحيح معلقش الجهاز وقدانا أداء حلو وقيم كويس فيش عندك مشكلة موضوع المعالج وبتلعب الألعاب التقيلة على معالج سناب دراجون 662 ما في مشكلة وموضوع الجرافيك الجرافيك كويس مش بطل كويس الجرافيك بالنسبة للموبايل لكن أنا لما أبدأ أجي أقارنوا بموبايل تاني في هناك فروقات بس يعني أنا بقولش عنه معالجه مش نافع أو معالجه مش كويس لا معالجه كويس وبيأدي أداء حلو لكن ما لما أجي يجي تقارنوا بأداء موبايلات تانية ففي هناك فروقات يعني المعالج يعتبر من المعالجات مش الأقوى وهذا كانت مفاجأة بالنسبة إلي لأداء هذا المعالج نجي الآن بالنسبة لبطارية الموبايل بطارية الموبايل بطارية عملاقة 6000 ميلا أمبير وهذه البطارية بتخدم معك وقت طويل خدمت معي حوالي يومين استخدام استخدام طبيعي جدا بالنسبة إلي مكالمات وكل حاجة بالنسبة للموبايل استخدمتها يومين وكفوا يومين وزادت شوي بالنسبة لشحن الموبايل شحن الموبايل بيدعم البطارية 18 واط شحن سريع وبيجي في علبة الموبايل شاحن 22.5 واط طبعا بالنسبة للعلبة العلبة فيها اللي هو شاحن وفيها وصلة الـ Type-C وفقط لغير لأنه شاومي ما بتحطش وبتعترفش بموضوع السماعات بتحط لنا IR بدل السماعات إذا بنا نستخدم إحنا للأجهزة الكهربائية يعني رغم أنه بطارية 6000 ميلا أمبير لكن وزن الموبايل بتعتبره وزنه مش ثقيل بالنسبة للبطارية الموجودة اللي هي 6000 ميلا أمبير وممكن تستخدم البطارية كباور بانك تشحن فيها موبايلات أخرى بدك تجيب اللي هو بصل Type-C اللي هو لـ Type-C بتشحن موبايل آخر تستخدمه اللي هو هذا الموبايل كباور بانك بالنسبة لما ساحة تخزين الموبايل 64 جيجا بايت على رامات 4 جيجا بايت وفي نسخة أخرى اللي هي 128 على 4 لكن النسخة الموجودة عنده هنا نسخة اللي هو 64 على 4 بالنسبة لرامات الموبايل نوحة LBDR4X وبالنسبة ل اللي هو بالنسبة ل مساحة التخزين UFS 2.1 ومساحة التخزين 128 بتجي UFS 2.2 يعني هنا في الفئة السعرية هذه منلاحظ أنه نوعية الرامات مع نوعية مساحة التخزين نوعية كويسة ومش بطالة مقارنة بموبايل الردمي 9 كان نوعية الرامات EMMC 5.1 يعني نوعية تختلف عن هذه النوعية اللي هي هذه النوعية البوكو بتكون أفضل من نوعية الردمي 9 بالنسبة للرامات الموبايل رامات الموبايل 4 جيجا توقع من شوما ممكن تنزل نفس النسخ هذه بس تحط 6 جيجا لأنه زي ما عملت في الردمي 9 كان 4 جيجا وبعد هيك كان 3 جيجا و4 جيجا وحطوا كمان 6 جيجا 128 على 6 جيجا فشاومي هي متعودة هيك بتزود الرامات بعد عدة نسخ احتمالي يعني هذا أنا بتوقع انه يصير أو ممكن ما يصير ما بعرف لكن في الردمي 9 صار وفي الأجهزة السابقة صار وبالنسبة للشبكات الموبايل شبكات الموبايل بالواي فاي شبكاته زي شبكات أي جهاز بين شاومي جهاز يعني كان في النسبة لشبكاته كويس ويعني ما في قطعش وبالنسبة للمكالمات مكالمات السبيكر اللي هو مع السبيكر التهليم منستيريو حلو كتير كتير والداخلية سماعة صوتها رائع وفعنك موجود مايك عزل للضوضاء يعني بالنسبة للشبكات وطبعا بيدعم اللي هو الراديو وبيدعمش طبعا الان افسي بيدعم الراديو ما بيدعم الان افسي وللي بسأل عن معدل تردد الشاشة معدل تردد الشاشة طبعا 60 هرتز نيجي الان لختام هذا الفيديو ختام هذا الفيديو بحب اقول لك انه بالنسبة للموبايل البوكو ام ثري موبايل حلو مواصفاته كويسة في الفئة اللي موجودة في هذه الفئة تبعته فيعني انت اللي بدك تشتريه كتصميم تصميمه حلو وممتاز ورائع وعجبني كتير 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 ويعني كتصميم ما حصلش قبل هيك كتصميم زيك من شاومي حاجة تانية انه الكاميرات الكاميرات برضو في الفئة هذه كويسة الكاميرات بس لو حطوا يعني كاميرات التروايد بدل كاميرتين اللي هو الماكرو والعزل يعني كان افضل بس يا الله مش مشكلة لو اجينا للشحن البطاري ممتازة جدا وعملاقة الشحن السريع موجود 18 وقت حوالي بتشحن ساعتين وخمسين دقيقة لما تشحنها من سفر لمية في المية شرحتين مع ذاكرة خارجية ممكن تحط ذاكرة خارجية للموبايل تستخدمها اذا انت حسيت ذاكرة مش مكافيك وكشاشة شاشة اي بي اس ال سي دي شاشة كويسة الموجودة عليه وفق 6.53 كويسة برضو وعليها طبقة حماية جوريلا جلاس الجيل التالت يعني بشكل عام الموبايل حلو كويس وانا بقول لك شتري للبيدي شتري ولكن المعالج مش قوى معالج موجودة على اللي هو الموبايل الهذا مش اقوى معالج لو اجيت انت بدك تستخدم معالج يعني او معالج للالعاب لك وتحط انت شغلك بس العاب وخلص خد الردم التسع ما في مشكلة انه هيعطيك اداء افضل شوي من 6.62 سناب تراكن ولكن بدك تمع لحساب الحرارة هتكون اعلى شوي واستهلاك الطاقة وبس هيك كان الفيديو اذا حابب تشتري الموبايل اتوكل على الله بشتريه الصحيح بالنسبة لسعره بالنسبة لسعره سعر الموبايل هو حسب الدول اللي الموجود فيها يعني لو اجينا مسلا بالعراق العراق مية اظنه اربعين دولار او مية وخمسة وثلاثين دولار عندنا بمصر حوالي الفين وسبعمائة جنيه مصري عندنا هنا في فلسطين في قطع غزة حوالي ستمية وتمانين شيكل ستمية وتسعين شيكل يعني هو تقريبا جملة ستمية وسبعين شيكل عندنا هنا عشان ما فيش وكلات التجار بيجيبه طبعا التجار باول ما ينزل الموبايل الجديد بيحاولوا يربحوا فيه فبيكون عالي فيعاود إذا سعر بينزل فيعني سعره هذا المتوقع له هيكون أقل من هيك وحطونا لايك للفيديو واشتراك القناة وفعلوا الجرس ودعمونا أكتر وأكتر وإن شاء الله لنا لقاء في فيديوهات أخرى والسلام عليكم